مرحبا بكم متتبعي الأفاضل في الحصة الثانية المتعلقة بالشكل والتطبيقات الكتابية نص أيها الطفل العزيز إذن الآن سنشتغل على التطبيقات الخاصة بالصرف والتحويل والتراكب والإملاء إذن نبدأ بالتمريل الأول أصرف الفعل ما لك يملكه حسب ما يأتي إذن سنصرف في الماضي أنت ملكتي أنت ملكتي هكذا نحن ملكنا أنتما ملكتما أنتنا ملكتنا هم ملكو إذن هنا نصرف أو صرفنا في الماضي إذن نفس الفعل سنصرفه في المضارع إذن أنت ماذا سنقول أنت تملكين أو عفوا تملكين نحن نملكت نحن نملكت أنتما تملكاني أنتنا أنتنا تملكنا هم يملكون الآن الآن سنصرف نفس الفعل في الأمر أنت إذن ماذا سنقول أنت إملكي أنت أنت إملك أنتما إملكا أنتنا إملكنا أنتم سنقول أنتم إملكوا هكذا سنصرف هذا الفعل في الأزمنة الثلاثة مع الضمائر التي اقترحت علينا ننتقل الآن إلى الصفحة الرابعة والخمسين إذن الصفحة الرابعة والخمسين التمرين الثاني أحول حسب المطلوب إذن لدينا هذه الجملة الطفل مد يد المساعدة إلى الصديق إذن إذن ما سيتغير في هذه الجملة فقط هو الفعل الفعل مد وهو فعل صحيح مضعف مضعف إذن سنقول ليلة مدت يد المساعدة إلى الصديق إذن ليلة مدت يد المساعدة إلى الصديق إذن هذه لا تتغير سيتغير الفعل فقط ثم خالد وأحمد إذن هذا المثنى المذكر إذن ماذا سنقول إذن خالد وأحمد مد هكذا يد المساعدة إلى الصديق إذن فيا لا تتغير إذن قلنا الفعل فقط هو الذي سيتغير ثم البنات إذن البنات هنا الجمع المؤنت الغائب هنا هنا وفي هذه الحالة فالإضغام يفك سنقول البنات مددنا هكذا مددنا يد المساعدة إلى الصديق إذن سيتغير أيضا الفعل فقط ثم الأولاد إذن الأولاد الجمع المذكر غائب هم إذن سنقول الأولاد مد هكذا يد المساعدة إلى الصديق إذن لا تتغير ثالثا أصرف الفعل أكل يأكل حسب الجدول الآتي إذن سنصرف في الماضي أنت ماذا سنقول أنت أكلت نحن أكلنا أنتما أكلتما أنتنا سنقول أكلتنا هم أكلوا ثم في المضارع بدأ سنقول أنت تأكلين نحن نحن نأكل الجمع المتكلم نأكل أنتما تأكلاني أنتنا تأكلنا وهم هم يأكلون أكلون الأمر أنتما أنتم كلوا أنتم جملة جملة مما يأتي مع الشكل إذن الجملة الأولى لدينا الطفل له حق الرعاية إذن هنا مثلا سنقول إن الطفل إن الطفل هكذا إن تنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها إذن إن الطفل له حق الرعاية ثم الأستاذ رسول إذن هنا ممكن نديره ناصخ حرفي يفيد التشبيه مثلا سنديره كأن الأستاذ رسول الجملة الثالثة الغائب يعود إذن هنا سندخل عليها ناصخا حرفيا مثلا نديره ناصخ حرفي يفيد التمني نديره ليت ليت الغائب يعود الجملة الموالية عرفت حقوق الإنسان ضرورية إذن هنا نديره عرفت أن أن عرفت أن أن كتكون دائما في الوسط في وسط الجملة أن حقوق الإنسان ضرورية ضرورية خبر أن وحقوق اسم أن الحياة تدوم إذن هنا مثلا ممكن نديره ممكن نديره أيضا ليت ليت الحياة تدوم أيضا تمني ليت الشباب يعود يوما ليت الحياة تدوم وهنا أيضا ندرنا كأن ممكن نديره لكن الأستاذ رسول وهنا أيضا لكن الغائبة يعود ممكن نستعمل احتى لكن هنا ثانيا أنجز متطلبات الجدول إذن أمامنا مجموعة من الجمل المطلوب أن نكتب هنا إنا أو إحدى أخواتها اسم الناسخ الحرفي خبر الناسخ الحرفي ونوع الخبر إذن الجملة الأولى لدينا لعل المطار يسقط إذن هنا كان ممكن يديرنا لعل المطار يهطل أفضل إذن الناسخ الحرفي هنا هو لعل ثم خبر أو اسم الناسخ الحرفي هو المطار خبره هو يسقط إذن نوع الخبر هنا لاحظوا الخبر هو يسقط ويسقط هنا جملة فعلية إذن نوع الخبر سنجد جملة فعلية لكن الورد في المزهرية إذن هنا الناسخ الحرفي هو لكن الورد خبره 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 في المزهرية إذن في المزهرية هو الخبر نوع الخبر هنا لاحظوا الخبر هنا جاء جارا ومجرورا أي شبه جملة شبه جملة من الجاري والمجرور الجملة الثالثة إن الطفلة رعايته واجبة إذن ناسخ الحرفي هنا هو إن اسم الناسخ الحرفي هنا هو الطفلة وخبر الناسخ الحرفي هنا جاء جملة اسمية لاحظوا هي هذه رعايته واجبة كاملة خبر رعايته واجبة إذن الخبر هنا جملة اسمية الجملة الرابعة أخبرتك أن الكتاب فوق الطاولة إذن ناسخ الحرفي إن هنا هو أن واسمه هو الكتاب خبره هنا جاء شبه جملة من الضرف والمضاف إليه الضرف هو فوق إذن هذا فوق الطاولة كاملة خبر فوق الطاولة ونوع الخبر هنا سنقول أيضا شبه جملة شبه جملة من الضرف الجملة الأخيرة ليت القمر نجم إذن ناسخ الحرفي إن هنا هو ليت اسمه هو القمر وخبره هو نجم إذن نجم ليس جملة ولا شبه جملة إذن هذا خبر مفرد التمرين الثالث أعرب ما يلي إن الطفل رعايته واجبة إذن هذه الجملة تعرفنا عليها هنا في الجدول إذن سنعرب أولا إن إذن 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 تعرب حرف توكيد ونصب وهو ناسخ حرفي الطفلة إذن الطفلة ستعرب اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره إذن إذن إن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إن الطفلة رعايته إذن رعايته هنا رعايته إذن بداية سنعرب رعايته إذن رعايته تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الهاء الآن سنعرب الهاء إذن الهاء سنقول ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه رعايته رعايته واجبة إذن واجبة إذن واجبة هنا هذا خبر هذا المبتدأ هذا رعايته إذن خبر الخبر المبتدأ مرفوع وعلامة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الآن خصنا الخبر الناسخ الحرف إن الخبر الناسخ الحرف إن كيف ما شفنا هنا في الجدول فجاء جملة إسمية إذن سنقول والجملة الإسمية رعايته واجبة في محل رفعين لأن خبر النواسخ الحرف يكون دائما مرفوع إذن في محل رفعين خبر إن إذن هكذا سنعرب هذه الجملة كما رأيتم الآن مكون الإملاء أولا أكون ثلاث جمل تكون فيها أو تكون في كل منها كلمة ابن محدوفة الألف إذن كلمة ابن محدوفة الألف سيمكن أن نقترح جملا مثل مثلا سنقول علال بن عبد الله هكذا علال بن عبد الله مقاوم مقاوم وطني معروف إذن هنا بن بدون ألف أو محدوفة الألف لأنها وقعت بين عالمين مذكرين أيضا مثلا سنقول يوسف بن تاشفين يوسف بن تاشفين أسس مدينة مراكش أسس مدينة مراكش جملة ثالثة سنقترح عليكم مثلا علي 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 بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين ثم أيضا ثانيا آتي بثلاث جمل تكون فيها أو في كل منها كلمة مثبتة الألف الألف هنا في الجمل المطلوبة تكون مثبتة إذن مثلا سنقول ابن سينا إذن ابن سينا طبيب عربي مشهور ثم مثلا سنقول المسيح هو عيسى بن مريم أيضا ممكن أن نقول زارنا بن عمي إذن هذه الجمل فكلمة بن الألف فيها مثبتة وفي الجمل اللي يعطينا في السؤال الأول كلمة بن فهي الألف فيها محدوفة كما رأينا الآن تمرين الثالث أوضح سبب كتابة أو حدف ألف ابن فيما يأتي إذن هنا لدينا عمر ابن الخطاب إذن نلاحظ أن ابن الألف فيها محدوفة إذن سبب حد في الألف نقول هنا وقعت وقعت بين علمين مذكرين إذن عمر اسم علم والخطاب كذلك اسم علم بين علمين مذكرين متصلين ثم هنا ابن مسعود إذن هنا ألف ابن تثبت لماذا لأنها ليست أو لم تقع بين علمين مذكرين متصلين لم تقع بعد نداء لم تقع بعد أو في استفهام مثلا استفهام بالهمزة ابن مسعود هذا إلى غير ذلك إذن تثبت إذن تثبت ثم هنا نفس الشيء هنا عمر بن العاص هنا تحدف لأنها وقعت أيضا بين علمين بين علمين مذكرين متصلين وابن عمر هنا نفس الشيء ابن عمر وابن عباس وابن مسعود يمكن أن نقول على أنها مثلا وقعت في بداية الكلام وقعت في بداية الكلام أو أنها لم تقع بين علمين مذكرين متصلين أو نداء أو استفهام إذن نكتفي بهذا القدر شكرا لكم وإلى الملتقى بحول الله ترجمة نانسي قنقر